على عكس المثل الشعبي رأى الشعب الحوثيين وهم يسرقون ورآهم وهم على ما سرقوا يختلفون فالحوثيون الذين هبطوا على الأموال العامة والخاصة كأسراب الجراد فتركوا خزائن البنوك خالية وأرهقوا التجار والمواطنين بجبايات خيالية لم يلبثوا أن دبت بينهم العداوة والبغضاء بعد أن رأوا أنهم ليسوا في المحصول سواء الصراع بين أجنحة الميليشيا على ما نهبوه وينهبونه لم يعد حبيس الغرف المغلقة بل خرج منذ فترة إلى فضاءات مواقع التواصل المفتوحة ليكشف كل فريق عن بعض سواءات الفريق الآخر وسيئاته التراشقات وتهم الفساد بين منتحل صفات رسمية من قيادات الميليشيا لم تقتصر على مستوى في الميليشيا دون الآخر وعلى سبيل المثال وفيما شن الحوثي أسام ساري هجوما على ميليشياوي آخر ينتحل صفة وزير مؤكدا امتلاكه وثائق تثبت سرقته لثلاثة عشر سيارة وأكثر من ستمائة وسبعين ألف دولار تمويل صفقة ومبلغ مليوني دولار تمويل قدمته منظمة اليونسيف لتنفيذ حملات بيئية جاء الرد عبر حساب حوثي يحمل اسم الخميني زيد متهما ساري بأنه مجرد بوق لأحمد حامد منتحل صفة مدير مكتب الرئاسة مؤكدا امتلاك وثائق تثبت ممارسة حامد وعصابته لسرقات فاقة التخيلات وإذا كانت تلك حادثة واحدة من حوادث تراشقات الانفضاح الميليشياوي حيث يشهد بعضهم على بعض فإنما يبقى مؤكدا أن ما يفضح به الميليشياويون بعضهم ليس سوى كشف عن شرارة صغيرة من الحريق الهائل الذي أشعله في الوطن وأن التعامل الصحيح مع الميليشيا لا يكمن في الدخول في تفاصيل ما تقترفه أيديهم مما هو مؤكد حتى لو لم يفضحوا بعضهم بقدر ما يكمن في علاج أساس المشكلة عبر السعادة الوطن ومؤسسات الدولة من أيديهم وذلك وحده الحل وما سواه مجرد متاهات تضاعف المشكلة وتطيل أمد معاناة الشعب